طيب تعال اقول لك النهاردة في الولمبيات باريس نتائج المصريين اللي حصل باستوع منتخبنا الوطن الكورت اليد حكاية كالعادة كسب الارجنتين 34 27 ولعبة منتخب مصر رماية اميرة ابو شقة تنهي منافسات السكيد السيدات في الولمبيات باريس في المركز 29 الاخير برصيد 107 نقطة وعمر خالد يودع تصفيات المرحلة الأولى لمنافسات رماية 25 متر مسدس بعد احتلاله المركز الواحد وعشرين من قصد 29 كما ودع تصفيات المرحلة السنية بعد احتلاله المركز الاربعة وعشرين ومنتخب مصر لسلاح الشيش بيخسر امام كندا بنتيجة 45 38 وينهي في الولمبيات باريس باحتلال مركز السامن وانها علي بدوي مشاركته في سباق القارب الشرعية باحتلال مركز 29 في السباق السابق والمركز 39 في السباق السامن من اصل 42 مشارك وانها هتخلود منسي التصفيات الخاصة بالقارب الشرعية في المركز الاربعين من اصل الاته 40 مشارك بكرا ان شاء الله ملك توفيق هتلعب مرحلة التصفيات في منافسات الغطس 10 متر سابت وذلك فيها الحداية 10 صباحا وفي تنس الطاولة منتخب مصر الرجال هيلعب قدام منتخب تايوان في منافسات دور 16 وده في الحداية 10 صباحا ومنتخب مصر للسيدات امام منتخب السين في منافسات دور 16 الساعة 14 خلود منسي هتلعب في سباق 10 متر في الساعة الواحدة والربع زهرا ويلعب علي بدوي في سباق 10 متر في السالسة واربعين دقيقة عصرا يلعب مؤمن ربيع مع الصيني ساو ليجو في منافسات وزن 60 كيلو جرام وذلك في الربيع عصرا ويلعب عبداللطيف منيع مع التركي حمزة بكر في منافسات وزن 130 كيلو جرام وذلك في 25 دقيقة عصرا السباحة التوقعية يلعب منتخب مصر للسيدات في منافسات الروتين الفني وذلك في السامنة والنصف مساء وفي قرة القدم منتخبنا الوطن الأولمبي طبعا يلعب مع نظير الفرنسي في العشرة مساء بالمناسبة المواجهة بكرة مواجهة ثقيلة قدام المنتخب الفرنسي مش بس عشان هو صاحب الأرض والجمهور سواء منتخب قوي جدا عندي إحساس إن احنا هنعمل مباراة محترمة في كل الأحوال في كل الأحوال بس يا جماعة أهو أنا بقول لكم من بدري الكورة كورة يعني إيه يعني لازم فيها فرقات منتخب الفرنسي آه فرق عننا بس المنتخب الأسباني كان فرق عننا وكسبناه منتخب رجوية المفروض يعني أزم مننا حتى بس كسبناه منتخب الفرنسي قوي جد جد نحاول ونجتهد ونصدق نفسنا ونخلص في شغلنا ونتعب وما نخافش نلعب بحرص شديد جدا دون أخوف ويبقاش فيه أخطاء في النواحة الدفاعية وهجمية نستغل أنصاف الفرص هذا المنتخب لم يدخل فيه أي هدف في كل المباراة العيبة حتى الآن في الأولمبيات هنبقى مركزين جدا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب أحلم أخش لكم بكرة بعد المباراة مباشرة وإحنا بنقول منتخبنا الوطني عامل إنجاز تاريخي ترجمة نانسي قنقر